زي ما كنت بتكلم يا دكتور دايما كنا بنشوف كده يعني أي حد تعبان قوي مش قادر عرق جامل عرق شديد مش قادر ياخد نفسه ده اللي بيحتاج إن هو ينزل من البيت لكن أوقات بنشعر بأعراض بسيطة خالص ممكن نقول يعني نحطها أو تندرج تحت بند أي أعراض لأي مرض آخر فإمتى يا دكتور نعرف إن المريب ده محتاج إن هو يخش طوارئ فورا طبعا فعلا في مشكلة جامدة إن كتير من المرضى بيجي لهم أعراض بيتعابلوا معاها إن هي حاجة بسيطة ويبدأ يتصل يحجز بعادة الدكتور ويروح يقعد في العادة ساعة أو ساعتين مع العلم إنه ممكن تبقى عنده حاجة طريقة يفضل تشخصها بسرعة والتعامل معاها بشكل سريع وفورا عشان نتجنب المضاعفات بتاعتها إحنا عندنا في القلب عندنا خمس أعراض هم يعتبروا أساسيين جدا ومهمين جدا لما بنحس بيهم يفضل التوجه إلى الطوارئ أول حاجة في الأعراض دي طبعا ألم الصدر أو الأزمة القلبية أو الزبحة الصدرية تاني حاجة صعوبة التنفس أو النهاجين اللي بتحصل بشكل مفاجئ يعني أنا كنت قاعد كويس ومرة واحدة جالي نهاجين جامد ومش عارف أخذ نفسي كويس هنا يجب التوجه فورا إلى الطوارئ تارت حاجة لو فيه ارتفاع شديد في ضغط الدم أرقام كبيرة مثلا أكثر من 180 ومعاها بعض الأعراض زي الزغلالة في العنين أو صداع أو الميل الإلقي دي هنا بدأنا نخش في حاجة خطر لازم التعامل معاها يكون بشكل سريع خلال الطوارئ تمام رابع حاجة التراب نبضات القلب طبعا مش كل أنواع التراب نبضات القلب لكن التراب نبضات القلب اللي هو تصارع شديد في ضربات القلب أو تباطئ شديد في ضربات القلب خامس حاجة هو الإغماء يعني فقدان الوعي هم دول الخمس أعراض اللي بتخلينا نقول المريض حتى لما تواصل مع الدكتور تلفونيا نقول له لو سمحت توجه إلى أقرب مستشفى فيها طوارئ تمام يعني حاجة واحدة بس من الحالة اللي قلت عليهم دلوقتي من الخمسة دول تخلينا نتوجه على طول الطوارئ مش لازم يجو مع بعض أو أقول أنا عندي ما عنديش ألم في الصدر لكن عندي مثلا ارتفاع في ضغط الدم يعني ما ينفعش أني واحد منهم أتنازل عنه وقول لا أقدر أكمل في البيت وأقدر أعطى حاجة واحدة تخليني أتوجه بسرعة إلى الطوارئ طيب خلينا نمسك يا دكتور كل نقطة منهم ونتكلم عنها بنوع شوية من التفصيل نمسك مثلا ألم الصدر يعني كتير قوي بنشعر بألم الصدر لكن بنقول لا طالما ما فيش أي عرض تاني جنبها لا دي حاجة عادية كده عابرة وهتعدي إمتى ألم الصدر يكون مهم جدا ولازم أتوجه لأقرب طبيب أو أقرب مستشفى طيب هو ألم الصدر بتكون الصدر أولا فيه أعضاء كتير جدا ممكن تعمل ألم زي ما حالك قلت لكن يعني مثلا صورة الزهرت قدامنا ده ده التشريح بتاع الصدر نفسه وكل حاجة في الأمانكن دول ممكن تعمل لنا ألم في الصدر لو احنا مسكنا هنمسك تشريح الصدر من جوة لبرة أهم حاجة طبعا هي عضرة القلب عضرة القلب دي عضلة محتاجة دم وغذاء عشان تقوم بوظيفتها بشكل طبيعي لما يكون عندي مشكلة في الشرايين اللي بتغذي عضرة القلب ممكن يعمل لي ألم في الصدر طيب عضرة القلب برضو فيها سمامات لو عندي ديء مثلا في الصمام المترالي أو الصمام الأورتي الدم مش عارف يتحرك من القلب بسهولة فالقلب بيعمل مجهود أجمد بكتير عشان يقدر يتحرك مع أن الدم كمان اللي بيطلع من القلب قليل فبالتالي ده ممكن برضو يعمل ألم في الصدر القلب بيطلع منه شرايين كبيرة زي الشريان الرقوي والشريان الأورتي لو فيه جلطة في الشريان الرقوي أو شرخ في الشريان الأورتي برضو ده يعمل ألم في الصدر لو فيه التهاب في عضرة القلب ده يعمل ألم في الصدر ده أول حاجة وهذا هو القلب ثم بعد كده يجي غشاء حولين القلب اسمه الغشاء التموري أو البريكارديم لو فيه التهاب في الغشاء التموري ده يحصل برضو ألم في الصدر ثم بعد كده ييجي الرئتين يحموا القلب بعد الرئتين دول ييجي الغشاء البلوري المحيط بعضة القلب لو فيه التهاب بكتيري مثلا في الرئة أو التهاب في الغشاء البلوري المحيط بالرئة ده يعمل برضو ألام في الصدر بعد كده ييجي إيه؟ ييجي القفص الصدري اللي بيحمي القلب والصدر من الكدمات وحاجات زي كده فيجي القفص الصدري اللي هو عبارة عن أزام وفوق الأزام ده ييجي مجموعة من العضلات فلو فيه التهاب أو كدمة أو أي حاجة في العضلات دي ممكن يحصل برضو ألام في الصدر إيه تاني ممكن يلخبطنا لو فيه مثلا ألام في المعدة ارتجاع المريء ممكن برضو يعمل ألام أو حرقان في الصدر المرارة في بعض الأحيان بتعمل ألام في الجزء الأعلى من البطن ويسمع في الكتف بتلخبطنا بألام الصدر فقرات الرقبة كل دي حاجات تعمل ألام في الصدر